السلام عليكم مع احترامي بقى لكل الناس اللي بتعمل محشي كرومب حلو بس انا بعمل محشي مختلف تماما عن اي محشي كلته انا نفسي قبل كده من ايد اي حد تاني علشان بعمله بتكاته تفاصيل كده بتنقل طعمه لحتة تانية خالص يعني تحسوا وانتوا بتاكلوا كده انكم في قمة السعادة من فرط اللزة والجمال علشان بجد بيكون طعمه رهيب واي حد بيدوقه من ايديه لازم يتغزل في جماله وحلوته الناس اللي دايما بتواجه مشكلة في تسويات الكرومب ودايما يطلع معاهم ناية او مجلد فانتوا لازم تشوفوا الفيديو للاخر علشان بجد هقولكم على شوية تفاصيل وتكات هتخليكم اسادة وعمركم هتستطعبوا انكم تعملوا محشي ابدا في البيت تعالوا نشوف الوصفة بس تنسوش ان انتوا تعملوا لايك ومتابعة علشان تشوفوا كل يوم وصفة جديدة ان شاء الله اول حاجة زي ما شفت الكرومباي انا بجيبها مبططة كده وما تكونش يعني عارفين الكرومباي اللي بتبقى مدورة وتقيلة قوي دي دي استبعدوها خالص هتبعدوها بالشكل ده هتكون معاكو حلوة قوي والكرومب اليومين دول حلوة قوي يا جماعة علشان الورق بتاعه مش تخين كده تحسوا ان هو ده انسب وقت لتخزين الورق نفسه كمان في الفريزر انا هنا بعد مقطعت الورق زي ما انتوا شايفين انا بشيلها ورقة ورقة في ناس بتحط الكرومباية كلها انت لو بتحبوا تعملوا كده فتمام انا من زمان جدا وانا متعودة ان انا اعمله كده فانت لو جابين كرومباية صغيرة وحبين ان انتوا تسقطوها في قلب الحلة فده هيكون اسهل لكم يعني وزي ما شفتوا ان انا حطيت في المياه حطيت ملح وحطيت كمون رشت كمون كده صغيرة وين ملح الورق علشان بيكون طعمه احلى في الاخر وبعد ما بيلاقي ان الورق دبل كده بنطلعه على طول هو بياخد على النار يعني ما بياخدش اكتر من ديئتين وبيكون دبل معانا بالشكل ده زي ما شفتوا انا بطلع ورق الكرومب في مياه علشان يتغسل وعلشان كمان يوقف عملية التسوية وما يتهريش برا كمان لما يطلع من مية السلق تعالوا بقى نعمل التسبيكة الحلوة الخطيرة اللي هنعملها مع بعض النهاردة عندي ثلاث بصلات كده كبار طبعا على حسب كمية الرز بقى قطرة واقلله وعندي اربع قرون فلفل حمين اتنين اخضر واتنين احمر على حسب الرغبة يا جماعة ممكن تستخدمه فلفل بارد بس طبعا الفلفل في قلب التسبيكة بينقل الوصفة لحتة تانية خالص بيخلي طعمها احلى ونجيب بقى الكباب بتاعتنا ونضرب بقى كل الكلام ده كويس جدا بس هنخليها مضروبة ضرب خشن وننزل معاهم كده بتقريبا 6 فصوص طوم ولا 5 فصوص طبعا على حسب ما تحبوا محدش جماعة يقول الكرومب ما بتحطلوش طوم لازم الطوم في المحشي اي محشي لازم طوم بيخلي طعمه حلو قوي في ناس ما بتحبوش بس بجد والله يفيادكم كتير قوي بعد من ضربتها ضربتين بقيت معايا بالشكل ده طبعا لو مش عندكم الكبة تقدروا ان تتقطعوا الحاجات دي بالسكينة عادي خالص يعني مش شرطه خالص كبة في اللحظة دي بقى هناخد شوية ونحطهم على جنب مش هنيجي جنبهم خالص وهقولكو هنعمل بهم ايه اهم حاجة هناخد بقى الكمية اللي بقية وهنجيب طاصة كده على النار وهنحط فيها نص كباية من الزيت وننزل بكل المكونات كده الموجودة في الكبة طبعا الشوية اللي سبناهم على جنب هقولكو هنعمل بهم ايه بس دول مهمين جدا خليهم بس على جنب دلوقتي وهنشوح في دول بقى كويس جدا كده الريحة بقى مقولكوش مع بعض كده احنا حطين فلفل معبصل مع توم مع بعض كده المبينزلوا على النار بتبقى الريحة بجد مش معقولة هنفضل نقلب كده احنا مش عايزينه يتحمر ولا يغير لونه ولا اي حاجة خالص احنا كل اللي محتاجينه وان الخضر ده يدبل ويصفر شوية دلوقتي بقى انا حطيت رشة كده من فلفل الاصمر تقريبا نص معلقة صغيرة وحطيت كده برضو معلقة صغيرة من الكسبورة انا بضيفها كده علشان تاخد تشويحة ورحيتها تطلع وبيكون طعمها احلى طبعا نضيف بقى كمية من الصلصة دي صلصة كانت عندي في الفريزر ننزل بيها كده طبعا لو عملتوا الصلصة وحتطف الفريزر هتسهل عليكم كتير قوي مش لسه هتعصروا طماطم والكلام ده حتى الناس اللي مش بتحب الطماطم متسبكة قوي فما تسبكوهاش قوي عبوها كده ما تكونش متسبكة وحطوها عادي خلاص بتكون حلوة قوي برضو هتوفر عليكم وقت كتير الخضرة زي ما انتوا شفتوا انا مستخدمتش عيدان خالص العيدان بيبقى طعمها مش حلوة خالص ومش لطيفة خالص في المحشي فانتوا حاولوا ان انتوا تستبعدوها كده وتقطعوا الخضرة رفيعة جدا زي ما انتوا شفتوا كده وطبعا سبنا الطماطم كده تاخدوا تدي مع البصل لغاية ما تسبكت معانا وبقت بالشكل ده طفيت عليها النار وسبتها على جن نيجي بقى للورق الورق زي ما قلتلكو اننا غسلته بعد ما نزل من على النار زي ما قلتلكو لازم نحطه في مياه علشان يوقف عمليات التسوية بعد كده بقطعوا بالشكل ده التقطيع دي بتسهل عليكم كدير انتوا بتحشوا على طول يعني اتخلصوا كده يعني اكبر حالة ممكن تخلصوها في نص ساعة حشو مش تاخد منكم وقت خالص بعد بقى معلتها بالشكل ده كده رصتهم ونركنهم على جنب وتعالوا بقى نشوف الخلطة فاكرين بقى شوية البصل اللي احنا قلنا هنركنهم على جنب اهم دول هننزل بيهم كده في الصفانية اللي هنعمل فيها الخلطة وننزل عليهم برشة فلفل الاصمر وندعاكهم كويس جدا الخطوة دي بقى بتنقذ الوصفة في حتة تانية خالص نجيب بقى كمية الرز انا استخدمت تقريبا كل الاربع انتوا طبعا على حسب الكمية غسلتوا كويس جدا طبعا وننزل بيه كده على البصل ونزلت كمان معاهم الخضرة ادعاكوا بقى الخضرة مع الرز مع البصل اللي احنا ضعكناه بالفلفل الاصمر في المرحلة دي بقى يعني هتشم روايح بجد فضيعة ما تستغربوش من الخطوات دي بس بجد هتنقل معاكم الطعم لحتة تانية خالص هنا بقى التسبيكة بتاعتنا ناخد بقى شوية من الفلسة ونركنهم على جنب وهقولكوا دلوقتي هنعمل بيهم ايه مهمين جدا يا جماعة هنضيف بقى بقى كمية التسبيكة كده على الرز وين قلبها كده كويس جدا ودلوقتي هنضيف لها معلقة من الملح كده طبعا على حسب الرغبة دوقوا الملح وشوفوا عايزين تزودوا تاني او لأ وهضيف كمان معلقة كده كبيرة من الكزبرة المحشي روحوا الكزبرة النشفة وضفت كمان سندة بسيطة من الكمول ما تكتروش كمول خالص وبس دي هي دي البهارات اللي بحطها على المحشي وضفت كمان ربع كوباية من الزيت طبعا على حسب كمية الرز ممكن تكترو كمية الزيت عشان يطلع معاكم المحشي مفلفل كده ومش مع الجن انا ما بضيفش بهرات تانية خالص المحشي ما بيحبش البهرات كتير نبدأ بقى ان احنا نلف طبعا لو عايزيني ان الصابع تكون رفيع فانتو ما تكتروش كمية الرز ويكون كده فيه فاضي من الناحيتين علشان الرز ما يطلعش بره خالص ولما يزيد وقت التسوية يزيد كده في الاماكن الفاضية دي جبت بقى الصينية ويفرفشت فيها كده حلقات من البصل والطماطم والصينية دي طبعا يعني دهناها دهنا بسيطة كده من الزيت وهنبتزي ان احنا نحشي الورق بالشكل ده لو انتو مش حابين ان انتو تعملوه في الصينية كده تقدروا ان انتو تعملوه في حلة على النار وهتلفوه بنفس الطريقة الناس اللي بتشتكي بانها دايما بتلاقي في نص الحلة صوابع مش مستوية ومجلدة فانتو حاولوا ان انتو وانتو بترسوا الصوابع في الصينية او في حلة تعملوها دايرة كده حاولين بعضها وكمان ما تلزقوش كل الصوابع في التاني يعني حاولوا ان انتو تخلوهم بعاد عن بعض شوية مش كل ما بنحطوا صوابع نلزقوا كده في التاني عشان ده برضو بيمنع ان كل الصوابع تستوي في نفس الوقت انا هنا رصيت كل الصينية زي ما انتو شايفين كده نكون مجهزين طبعا شربة حلوة كده شربة بطق وفراخ او لحمة نضيف على الشربة شوية الصلصة زي دي من التسبيكة اللي احنا قلنا هنسيبهم على جنب وبعد كده بقى نزقي المحشي كده اهم حاجة انتو تتأكدوا ان الشربة ملحاها مزبوط ونضيف الشربة كده اهم حاجة ان الشربة ما ينفعش انها الدان خالص من الصوابع يعني كده بنحطها اكتر من النص بشوية يعني بتوصل لنص الصينية ده طبعا لو عايزين ان الصوابع تكون نشفة كده ويكون الرز فيها مفلفل اكتر لو عايزينه بقى فيه شوية كده صوس ويكون طري شوية فانتو خلوا الشربة لغاية اخر صف كده شايفين الشربة بعينينا هنا انا بغطي الصينية حطيت الاول ورقة زبدة كرمشتها بين ايديك عشان عارفة ان انا فرادها كويس وبعد كده حطيت ورق المونيوم طبعا انا بعمل كده علشان ورق المونيوم ملمسش الاكل خالص عشان كلنا عارفين ان ده خطر جدا وانا حبيت المرة دي ان انا سويه في الفرن تقدروا بالصينية كده وانتو مغطيينها سواء بورق المونيوم او بغطة حلة تقدروا انتو تسويها على عين البتجاز عادي خالص انا سوتها في الفرن زي ما انتو شايفين انا منزلة الشبكة تحت خالص كده وهنعلي الفرن على الاخر هنخليها لدرجة حرارة عالية المحشي بياخد سوى 45 ديئة بنخليها على اول نص ساعة على نار عالية جدا وبعد كده اخر ربع ساعة على نار هادية واول ما بنلاقييني خلاص ستوا بنجيب معلقة سامنة بقى كده ونحطها على الوش وبنكشف الوش خالص ونشغل الشوية علشان ياخد كده وش خفيف خالص مش عايزينه يتحروق ولا ينشف يا دب بياخد لسعة بسيطة كده من الشوية والسامنة كمان البلدي تسيح ممكن تستخدمه الزبدة بلدي التركاية دي بقى بتنقله لحتة تسعة خالص شايفين طبعا الفرش اللي احنا حطينه تحت الصابع الطماطم والبصل مفيش حاجة لازقة خالص اكدوا اخدين بالكم ان مفيش رز طالع بره الصابع خالص انا متأكدة ان انتو لما تجربوا الطريقة دي كل مرة هتعملوها بنفس الطريقة هتدعولي داوة حلوة جربوه بألف هنوشفة اللي هيجرب الطريقة دي ومع السلامة